أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميما خاصا موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة بشأن سياسة العودة إلى المدارس التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق وحثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية كافة على تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة العودة إلى المدارس لهم مع بداية العام الدراسي الجديد وتمكنهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات ووفقا للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية وبموافقة المدير المباشرة وتنص سياسة العودة إلى المدارس على منح الأباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية والذين لديهم أبناء في المدارس المرونة الكافية لاستحابي أبنائهم من وإلى المدارس سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول ولمدة ثلاث ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية أما بخصوص الأباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول لاستحابي أبنائهم من وإلى الحضانة ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يوميا كما تمنح سياسة العودة إلى المدارس الموظف إمكانية الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي حيث يجوز منح الموظف إذنا لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه كما يجوز منحه أذنا لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء وبما لا يخل بسير العمل في الجهة ولا يتعرض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ترجمة نانسي قنقر